نظرت علينا سكينة وطمانينة وسبحان الله كان يجينا نوع كده من القوة نوع كده من السبات منين كنتوا بتستمدوها؟ والله نستمد من القرب من الله عز وجل الشباب هناك ما كان يتركوا قيام الليل ما كان يتركوا العبادة وكانوا قريبين من الله عز وجل ما كان في نوع من المرح والطحق إلا قليل أتذكر حصل موقف كرام من الكرامات واحد من الشباب في منتصف الليل وجد نور من السماء ينزل في زنزانات واحد من الإخوة وما عرفنا هذا الشخص وما حددنا زنزانات كان في الانفرادي يعني؟ لا كان في زنازين عادية والكرامات حقيقة أنا ما استحضر الآن لكن كانت كثيرة جدا في قنطنان مثلا واحد من الإخوة كان جعان جوشة جدا وهناك الطعام أعطيت الصحن خلاص ما في الصحن تاني هو يحكي عن شخص آخر لكن هو الموقف الكرامة حصلت له واصلا وانا عرفت من شخص آخر وهو يحكي لي ويقول لي واداك يشير إنه هو الكرامة حصلت له سبحان الله كان ممنوع من الأكل وكان جايبين له في منديل ورق جزر بس فقط جزر أخذ الجزر ودع الله عز وجل أن يرزقه طعام شهيه طعام طيب وكذا فجأة كده جاء العسكري أخذ وراب الباب وأرض نافذة ومدلوا صحن بتاع رز أعلو لحم أو صلطة وأطاء الطعام هذه كانت درد من الكرامات اللي كانت تحصل في منتنا وإذا الخاطب دهاني أنت بي يا رب أرحم موسيقى